ونبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر على ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستخدو على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فقال فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذنب خيل شمس اسكنوا في الصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ يَتْكَبَّرَاتكُوهِ يَا فْرِكَاتِ بِيثَ كَتَاتَهَوَجْ بَيَالَّا تُشُبَّتْهُ نَاتْكُوهِ يَا بُخَارِي حَدِسْوَجْ يَمِتُكَتَاتَ الْتَلُوهُلُو زاري من دة لما دو كبخاري حادث وجه يتوصانو تنجيك عربية اللهونا يَالَّا تشُبَّتْهُ نَاتْكُوهِ يَنِّن النَّزِيهِن قَحَدِسْوَجْ مَمَكَتَاتَ الْتَمِرْتَاتُشُنْ دِلتِكَتَاتُّ الْوَعْدَرَ عَلَى اللَّهُمْ زاري من النساو كاسمت متو عن ديناو حديث اللي عينو بابو بابو كيف كان بدء الرملي يسمسو ما هيدت ويم مندنو ما رثرت مننو اسو ما شنو يتجمرو اندي التجمر على موم النبرة الرمل وعن ابن عباسي وعنه مالت عن ابن عباسي رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهانتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشوات الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم من يرملوا الأشوات كلها إلا الإبقاء عليهم إلو نال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فقامنا ولم يدعين ولم يمشون ولم يدعين ولم يدعين ولم يدعين في المنزل ولم يدعين اجل المسلمين من الجميع و المنكتشة لتنظر لكي استطيع اصطر فقال لها إيجاب ومسلمين من الجميع و المنكتشة لكي استطيع اصطر من الجميع ما هو النبي؟ هذا هو أنه لا تدخل الهادة ونحن يتعلق الهواء وأنها تحسن الهواء وأنها تحسن الهواء ونحن نسيته هذا المدينة تسجل الهواء ومعظم الهواء وانه يتعلق الهواء لذلك يتعلق الهواء ونحن نبه النبي عليه الصلاة والسلام مدى مكاسي قبو إنه يقدم عليكم وقد وحانتهم أم حما يثرب يه مدينة وبا عاداك ماتشو نمتاواتشو قوي تاواتشو اللاكو يالو باللوبة مكاسي قبو نبيو صلى الله عليه وسلم لمسلموح تزاسد عن يربولو الأشوات الثلاثة يه مجمرياون يه سوستون زوريا وكعبا زوريا سزورو رد 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 يا له يه رمال ما لات ازي كرب كرب يركو يه مدينة وانت تهلك يه المال تميليوني درو مشاة Gelحots أنا هناك مه واركه المسكو منهم يهو صوم صومانو يهو صوم صومة صومة يهو صورتنيوتش يهو يهو بيه الاموجه ب بزي ملكون دي هيدوازه زواج وأن يمشو ما بين الركنين كحجر الأسود كحجر الأسود يقول له بعله لا يرمو كأسب لو يهدو ربنا آتنا في الدنيا حسناه في الآخرة حسناه وقنا عذاب النري ولم يمنعه أن يأمره من يرمن الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم هل يمرون زوريا هل يمرون سباطون من دير وطعال سيئززو أتشو يكال ربات يكالكال أتشو نقر لنبي صلى الله عليه وسلم يلم لنسو أتنونج إبقاء عليهم الرحمة و الرفق بهم سنازي من نشاوي هنا بره أشوات شوت زوريا وعند صفا مروعا مهدن شوته يهنين ما شوات يأم طواف إبالا لهم شوت إبالا هلتتم چقري اللهم مالتنون عندن نقزي لتالات يالن آقم ماسيئت تغيبية مهونون ميعمالكتال لتالات غل باتن ماسيئت نبي صلى الله عليه وسلم أروهم نيلود أسي أتشو ندال تدكما ندال ودال ندال جودة أسي أتشو عندنا نجيزي با انتن باملکت بتاكبار ماساييت بانقققرسايهون من ناگر متفلقون ناگر باملکت ماساييت تاقابي مهونونم يهي حديثي استمرانان طيب رمالو كازي جمرا كازي ابو حالاس كتلا لازيان کم بچا كهونا يزيان کم قدي چگرو يان کم عساييت كهونا يزيان کم عساييت وده في تمت باب استلام الحجر الاسود حينيك دمو مكة اول ما يطفو ويرمولو ثلاثا حجر الاسود سلام مالتنا مكة مجمرا سيقبا سلام مالتنا مجمرا طواف سادرق سوس قزي بسوس تزوري علي مارت رتو تقابي سلامهونم عبدالله ابن عمر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطفو يخبو ثلاثة اطواف من السبع عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم مكة يقبلت حجر الاسود سلام مجمرا طواف القدوم لاينو يهي مجمرا طواف لاينو يهي ما الدرج عن لبهة مالتنا يعمل اكدا ظاهروها ان الرمل يستوعب الطوفة فهم غير لحديث ابن عباس الذي قبله لانه صريح في عدم الاستيعاب من مالتنا وزوريا ونمولون مالتنا ويس بين الركنين كان يمشي يهي باب الرمل في الحج والعمرة باب الرمل هنا بحج طواف لاي ما رثرت تقبيس الام هنا ان عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه انه قال فما لنا والرمل فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه حج لاينا عمر علي حج بحج طواف بچاسيهم بعمر بچاسيهم بحلطم طوافوش لي يدرقال ما رثرته لمن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه عندك أمناله فما لنا والرمل إننا ما رثرت من يا راقلنا الكازيبوهالا إنما كنا إننا نبرنا رأينا 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 للنم رأينا لما سأيت هذا الرقل رأينا به المشركين نبي صلى الله عليه وسلم قال لنغر ماله نبي صلى الله عليه وسلم يسرطن سرعه والجزي ما تروا عن فلق إن قد طلال لك شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتركه سأتشو يا درقتن أنت ومننا نونجي أصل من نشاو نبي صلى الله عليه وسلم رأينا من الرياء أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء ولهذا رؤية رأينا بيأين حملا له على الرياء وإن كان أصله الرئاء بهمزتين أمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه يهن لتوتى السبو يمسلنا بربا هنا يتاو بها لقن آي يهن ننكمالت نبي صلى الله عليه وسلم يالو يسرعنا ونسرع متو يلبنا فلا نحب أن نتركه أو نعمة أن نفلق آهن يالو سو من يستويس المسلمون تسكز يا درس نبرا بطاقوطا ملاكوة زندية متعب بحثو فتناء تاقوطا ملاكوة يستطيعوا وطاقو ياني هالنبرا لمالت ولما ملوا في حجة الوداء أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة تعدها يمجمع روك أن بأن يبشو ما بين الركنين نبر كذبها لا لمن دنو أهنه هلو مزوري عليهم عن من عمر رضي الله تعالى عنه استلام الركن بالمحجن لأكس بكل أهنه يعني السهوتي يأكي أهنه يألو رملو كحجر الأسوار كحجر الأسوار قن يا عبد الله من عباس رواية من أقول وعن يمشو بين الركنين عن يمشو بين الركنين رقنا اليماني كحجر الأسوار درس كأسم لو أن يهدو يين ديتنا ويهونو فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشو على هيئتهم كما هو في حديث ابن عباس حجة الوضع عليهم بهلهم لا يذرقوا ولهذه النقطة سأل عبيد الله من عمر نافعا عبد الله من عمر عبيد الله من عمر يا عبد الله من عمر لج نافعا من بلو هل مشى عبد الله من عمر بين الركنين اليمانيين بهلت ركنو ويهدو مكاكل عبد الله من عمر عباتها كن اندي تارقونا ببرمي هدو تلو طيك ولا نافعا اي كان يرفقوا بنفسه اللي يتمكنا من اجتلاع من الركن عند الزحام او كأسنا ببرميلوت لمن ركن اليماني نم يروطوا كاللفوا تسلام ما لا تايجلوم روك حجر الاسود من ديه بميل نافع ملسست قن وهذا الذي قاله ينافع فهمنا ونج ركن اليماني مهنا ركن الحجر الاسود من هك باعتق بسيالفو يارا تارتنا بالتالف حجر الاسود ركن اليماني سلام لما لث باعتق ومن نابي قوارت رمالو ناق قوارت ثلاثا لاي يخب ثلاثة أطواف مولون مالت المياسي من السبع يابد الله من عباس بچانو أن يمشو بين الركنين من له رواية طيب باب استلام الركن بالمحجني حجر الاسود بجمن كالشالة سلام مالت كالشالة بزنك سلام سلام مالت ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستليمهما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنزهن هلت تنوش تقوش وإم ما أزنوش حجر الاسود ياللبة النار ركن اليمان ياللبة بوتا سلام مالت في شدة ولا رخاء بشكل مالت بعمل شدة مالت شدة الزيحان مالت رخاء مالت مالت زحم إلى اللبت مالت بولت مالت مالت أنزهن مالت نبي صلى الله عليه وسلم ستواجه صلى الله صلى الله عليه وسلم يستليم هما نبي صلى الله عليه وسلم سلام سلواجه وكاية حبث يجمره عبدالله بن عمر بغف جزيان قوان عالت ومالت سيقاف نبار سكميدا مدرس بغف يتنس تقاقت أو سكميدا مدرس نو يتقاف عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر بن عمر يتلينه تطيق أو نبار لمن دونه من دونه من دونه من دونه من دونه من دونه تطيق سوات نافك أو بت انقواق توسيق ببث سييني من نفسي ياندز ياندت ونسلف اللق ينو علماء واتشمي لانه كعبة عردت ما أزن يانه حجر الأسود حجر إسماعيل ف jeopard نحن وقت أن تتخل وقت على وقت حجر الأسود يعلم من إبراهيم النس يتعلق بقوة الحجر الأسود يسمى حجر إسماعيل لا دخل من الحجر إسماعيل حتى يسبب chociażها وكيف تلك الحجرة حجرة إسماعيل لماذا عبد الله بن الزباير خطة فجر وكيف تلك السرطة لقد قال لقد قدت عمل إسماعي لحظة بها وقادت عمل لحظة بها لكنه يظهر لحظة بها وقادت عمل لحظة بها فإنه يقول لذلك، فإنه يقول لك، هذا العلم رنساة ويقول لك، لا أعرف بها فإن الله سبحانه وتعالى يمت وقت في الحجر من المسؤولين إذا اعتقد بها وقادت عمل لحظة بها لكن عبدالله بن عباس كان بنبيه صلى الله عليه وسلم جزيه سلام يبال ينبره نزيه هلتتو ناچهو معاوية غراب روصا انتنا وافي يرغو معاوية هلو لمسي نكاقو لا نزيه الدرغو عبدالله بن زبيرم هنو معاوية يادرغوت برسول صلى الله عليه وسلم نجزيه تدرد عدله يمعاوية يادرغوت من عسامان عدله عبدالله بن عباس اندالوت نبيه صلى الله عليه وسلم يادرغوتن بجانو من عدرغونه عبدالله بن الزبير اجتهادات شونو مولو يدسل سراهن روك نوچو سلات قاتتو لازيا ميقبات شون مسلوات شونيهن يدسل موضوع رقنا اليمنى عمي ببالله كهاجر الاسود فيه ما فى مناقه كا زيبها هالا حاجر الاسود حاجر الاسود لا ينبيهن قفى بما درق سواجن عذاب ميادرق ملكم الدرق اللبته سواجن عذاب مادرق بطلاي دكا ما سيتوش اللي روش اللو يهنهقون مما يوقو بفسكم حاجر الاسود ان سلام سنل عن هدم بميل يميشن أنك سوى تشاله الذي أيضا زحمه وصنع ويمستحب نقر لمسرات بلو ونجل مسرات أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الرقن بمحجن نبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع أكزي باقي ملاي هنا ونطعف هذا الرقن أنه دين قون سلام ميلوت بزنق نبار زنق نكاي هذا الرقن راك على سولمه ولسوز وروله الله أكبر بلولي الفجلان منم شكر الله كان طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير تقديم الحجر دنقون مسامة استقبنو دنقون مسامبة ملكة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله فقال الرجل أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال جعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله عبد الله من عمر رضي الله تعالى عنهما عن دسوية من آلاتشو استلام الحجر دنقون سلام مالت مني هلتقبين وبلوطعيك آتشو زياد ساتشو من آلوت رسول صلى الله عليه وسلم سلام سيلوت الناس يسموتا عيش شلوها فقال الرجل أرأيت إن زحمت قفك اللس أرأيت إن غلبت ساو قفتو كهبار رنس ساو قفتو كهبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلموه ويقبلوه يالله مالك تنيا سلام سيلوت الناس يسموتا عيش شلوه عيش شلوه بيها اللهم سلزي تسمع الله تسمع الله تسمم لطورة تسمع الله تسمع الله تسمع الله تسمع الله تسمع الله إلى بيته الخاص يقل بيها اللوس عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنه مثله عائشة رضي الله عنها أول شيء بدأ به حين قدم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم نبي وزا مجمرا ودى مكاسي قبو يا دا الرقوت نقر حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ توضأ ودوى دا الرقو كذي أشه ثم طاف كذي أطاف ثم لم تكن عمره عمره نبرا مننا ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه ما مثله أبو بكر وعمر بزه ملك عدرقو للان انقدي يهي ملو عمان نمسو ودى مكاسي هيد حتى ميتعيك أو زمد ميتعيك أو كاللو ودى من عمان ملو نقر كاللو توضأ عدرقو كهدا بوها لانا ومهوني اللبت توضأ يا مجمره يا كعبه تحيه تحيه وتوافنه زيك كبابي مدرق كاللوبت سراواج مكاكل تورو وناك أدمي أمسا تأتي اللبت توفنه لما ألثنو جزاكم الله خيرا عرف لنمالسنا انك أطلع لن إن شاء الله ورحمه ثم دخال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيومه دينا نعم سلم نعم 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 سبب الان اختيجه مفزة ان الله يلفه الان يعزلي كورونا فيروس ورائن الانتبب ان يومك من جيد الدول كيفية تصبحاذ والله chutzان الان عندما يتبعه الانجان وعرف ان الشرطان الآن كورونا فيروس ان كانت مقروم سوى البداية اذا كنت معره الانوان لدرع جدد ان نبتeses فتح مواقوم كذلك اللي بفتقن قرآننا حديث لايبتتك أصدو أعوذ شراسات شن متبك اندان لبن مزنقاتي اللبن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله وقدرته من شر ما ذرأ وبرأ اللهم إنا نعوذ بك من الجذاب وسيء الأسقه أعوذ بك لمات الله التامات من شر ما خلأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه بسم الله كارفت وعلى 8 سنة باب الكلام في الطواف طواف يادرقنا نقق قريم من فكار سلامهون باب جواز الكلام في الطواف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبدالله من عمر الله سبحانه وتعالى سرعاتشوني وديد الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم طواف يادرقوا ياملون حديث انه ستوصل لنه آلف والنه انه بزين يوزاقبات شولاي مني لانه كان يسجد سجدتين بعد الطواف كطواف كادرقوا بهالا هولت سجود يادرقال له مالت هولت ركعيسك دال له مالت ثم يطوف بين الصفا والمروة بصفا الناب مروة مكاكل طواف يادرقال له سعين طواف بلوي سييموان صحابه واجه من دينه تال قرآن من دينه لان ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما طواف له بصفا الناب مروة مكاكل يادرقوا وقزوا طواف مبالا لما لثنو عبدالله من عمر من مينوت نبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجدتين بعد الطواف ثم يطوف بين الصفا والمروة طيب اعوث لكلامه نققر يتعلن من يمين لنو رسول صلى الله عليه وسلم تنققر للمانة زينة وحديث لا يمن ملكة يلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قال قده بيديه آه يعني ثمانمية وتسعة حديث ثمانمية وتسعة عبدالله من عباس رضي الله تعالى عنهما نبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير قد يرغبت بإنسان ربط يده إلى إنسان耶سي الضوء بالشيئ لتحاول عليها وقد فتضرتنا كما تفيدا ومع شيئا أحد خائده نفسه او بشأن غير ذلك وكذير الابهون نگر بچه عصرات الجن كجوغارا النزيل جوچه نجيس وچه كو عبات النالجناتشو ببالا عبات النالجناتشو تمر قبتن ببارا لجوكا ننبراتو تسلو نببارا لجه كتلقق اللي نبراتي كتلقق اللي كسوغارا هوني عبر ريج ناصر ري حج عدر غالله لنببارا تواف سيادر قو نبي صلى الله عليه وسلم يحسو تحضره فقط عهو النبي صلى الله عليه وسلم بيجه نبي صلى الله عليه وسلم ماتوا بجاجة و اجاجة قرر طبات انترون ثم قال قوده بيجه بجهو دمناتمرهم عين سورنا ببارسويو عالو فإنه سيكون هناك سلطة سلطة نبّ ربّين بل لا رواية نزين ملو بل لا رواية يتزقبتك كل نا رواية اللو سلطة نبّ ربّين بازيبة سلطة يتنسانون انتهاد الرقوي سيل قررطنا انتنون فاقوده ويدي هلوت إمام البخاري يهي حديث مياسيين تقافل عيه نقري ميتشا المهولون لذلك إسم الأمن المعرفة مَن رأى منكم منكرم فليغيره بيده فإن لم يستطعف باقراره وليس وراء ذلك حبّة خاردال من إيماننا هذا الذي أرسل تشتركه من جدا أنه كاتست الجيد لديه وان يما يساعد أنه يساعده فلا يساعده هذا هذا المسكين۔ هذا جديد النظر يتطور وجود مؤمنة من تجلس جنة الشهر باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرق باكعبالاي طواف مادرق يميشلو لبسي البسنجي راقوتن هنوما طواف مادرق فسوم يتكلكلنو ولا يحج بعد العام مشرق تاوتاملاكم حج يدرقم تاوتامياملكم حج يدرقم يميل حديثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر السديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهت يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرق ولا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف ولا يطوف أولد تنبوال أمره عليها رضي الله تعالى عنه 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 أمره عليها رسول الله تعالى عنه أمره عليها رضي 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 الله تعالى عنه في تبعرفه سلك رحلة السلام ، لكن يجب أن تتخيلوا للتصويتها لجهودة اطلقاء الأوضر ، قالوا يهدى أسلامتهم سلك الرسول و ستحتüss، عندما يجب عليك الّابس بصفها إلى أطعام الى ترسل و أصف من الناس التومية على الأطباء أقول ذا ربما يجب أن يكون رسولنا ما تعتمدوا لكايفية لن تسللوا العربي فهو اللبس يشبعوا لك يقول ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشان ابتدعت قبل الفيلي أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليه من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم كما كتب عن دولب سنجي فإن لم يجل طاف عريانا فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك كله نبي صلى الله عليه وسلم متو يا فرار رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول كعبا عند قزي الطواف كان الرقوبة لا عرفاه نسكا من من لس درس من لسي علي منه نبينا الشوى عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال أدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروى ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة عبد الله بن عباس من جنة ميلوت نبي صلى الله عليه وسلم ودا مكة متونا طواف هذا الرقوب بصفاننا بمروى معاك أكلم تقوازو كذي أبوها لكعبة المتو مكة نو ودا كعبة ملسو يمتوت ميناء هدو سننبثو ميناء هدو أدرو كذي أعرفاه هدو تملسو نو ميناء ليدرسو تطرح تشون كورورو نام بيتارر نقر كاردو بها ودا كعبة يمتوت يو مكة نيمتوت من ساعة لأي نيمتوت يميل زهورية نيسك قدوتي زيانك أن بزو خلافات لو نالا ننجده باب سقاية الحاج حجاج والچنس لما تطات أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له عبد الله بن عمر بن إلونان رضي الله عنه عباس بن عبد المطلبي رسول الله عنه ومن خلالنا مشغول به نبنده هل كنقدو قارابة يازه لتوترسه منا بيدر يتشاله لما لثنون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون عيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ما ويعملون فيها فقال يعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلتوا حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت مزاق جبت وتعالى ماتتنا ستن وهالو عباس قال لزياء أستنى غارجنات جو قال نبي صلى الله عليه وسلم يهي بيجو عنه للاو بتطبت وتنكاكا نگرن ديتطوال فلقو مننا يا فضلالو لرجاة جو فضلالواج اذهب إلى أمك ناته قاعدنا فأتي رسول الله بشراب من عندها عليه الصلاة والسلام كسو آقا دهنا نسوحي هونا متأمتتا نگري ذهنا يهي بجاة جسن نكاكاو للاومسوس نكاكاو نبربتك على إن أممي تأتوت ناله لا متأمت على اللات جو عالو فقال نبي صلى الله عليه وسلم نالو اسقيني آرات التعين قد يلهم من ملهم سمعين قال يا رسول الله إنهم يجعلون عيذيهم فيه إنهم يجعلون عيذيهم فيه إنهم يجعلون عيذيهم فيه عليه الصلاة والسلام قال اسقيني آه نمستاني فشرب منه قد يجعلون عيذيهم فيه نبي صلى الله عليه وسلم تأتوته قد يجعلون عيذيهم فيه قد يجعلون عيذيهم فيه Ohh إنهم يجعلون خط الإسلام يكون جديد WOO Hugo الله وراء رأيه وقت ننتج ألوان معنى وفرقنا أكبر وفرقنا أكبر هل يعرف أنه يسر وعنى أنه يسر وفرقنا وعنى تلقونه وعنى أخراج ومعنى خبرنا وفرقنا أكبر فهل يسر وفرقنا باب ما جاء في زمزم سلا زمزم يتنقر حديث عالله سلا زمزم من ؟ سلا زمزم بزو حديث تنقره على القنيم عمل بخاري ياغن يوت بطعام عكس لم يعدرقوا بحديث مع وراثلائي يهننزا حديثنا ينقرون وعنه رضي الله تعالى عنه عنه مالة ابن أباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البيّونا عليه السلاة والسلام أتتتكال لهن وهاغاب الجاءال لهن من زمزم كزمزم أتتتكال لهن فشريب وهو قائم رسول عليه السلاة والسلام زمزم لان كتظر وانا كرت فغالة وانة رأسه وانة رأسه فشريبات البيّو صلى الله عليه وسلم ف��تت وانتا كرت ت Claro وفي رواية عنه يمكن أن يكون هناك جدًا في السنة إنه يمكن أن تكون أسأل فضل وستطيع أن تكون على حين التعيش وقت مواضع أنه يمكن أن تكون مواضعا ولكنه أن يمكن أن تكون مواضعا لأنه يمكن أن تكون مواضعا وأن يكون مواضعا نبيه صلى الله عليه وسلم لكن تنزل لا تدعو الجنة القولة بالنسبة لما يتيب المدرسة و ستجرب العدوة على المدرسة و ستجرب إلى المدرسة كل السيدون المدرسة كان يتوقع حدث 9 يجب التعب المنزل من المبخاري تعاموا طعاموا طعمن لتمقابي مقبنا عندما يتقلوا الاجتماع بلال رواية المنزل من المسلم تجل الى شفاء سوكم لبشته مدهاني عندما يقول ابن الله عباس ما او زمزم لما شوريب له وضع إصلاحاً في التجارة كان يسمى رواية أصبح الله عباس وعندما يقولون الصحيح يقولون رواية أصبح الله عباس كما كتبت عبد الله عباس رأسه يتناقرود صحيحنا وعدا لم خلافان لولو على كل حال زمزم تلك وهنو الله سبحانه وتعالى يكبرو تلك تعمر يالو وهنو نبيه صلى الله عليه وسلم بزمزمو هلاي كفتن يتكرستو أمو اندي تعتابت لي حجهدسو كزيا يبلت اندي تعتاب اندي سلفو تشوني لنبرا بنيان ناب منافق واج مكاكل تضلع بماء زمزم منافق واج كزمزم تنشو هاق عمسك هدرقو بك قطعو يا الله سبحانه وتعالى سواج كنتك كلا كلا سواج زمزمن بجمب نوم تعتو سكمی تأكبو سكمی سلشچا اتشودرس نوم تعتو لذي زمزمتتتات تقابينو إيهو نبيه صلى الله عليه وسلم عرق ile الهو هايم تعلو تيتبالون قوان بفصوم يهننو عات الطن يهيك هزيه سطن يالو انه عملا صالح نا يازاتشوه تقرو سرانو يازاتشوهد تقرونا قرنا يادرقاتشوهد ايالو رسول صلى الله عليه وسلم يزمزم متعدات كزمزم لاي بسفو متعدات ان داللبت اموون بسفو ياسطمع ربت النوتاري كيينو هلاتشنن لعمران هونه لحج لازياران بيهون زياد كبابي مكالمة هيدا الله يوفق ان سووچ الحمد الله هون دمو مدينان بيهون زمزم اندالب بيهن هلاتشنن بوطا الله يوسادو سو بسفو كزمزموها متعدات ياسفل قل يهي زمزموها كزيبوطا كنزيبوطا وچوووشي لغنجي چلان او تقواجو لغانجي چلان باياقاراتشنس حجاجو چو معتميرو وچو زوارو چو رسلوتي اللة لو سلوتي چلانو أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلا إن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بحذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر عليكم عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعت معاذا إلى اليمن فقال إنك ستخذو على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي قال فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذنب خيل شمس أسكنوا في الصلاة فأسعر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرقى الستر قال فتغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك